السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أفصل لكم نهارة تفسير ورؤية الضيناصور في المنام نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم من يرى الضيناصور في منامه فهذا يدل على شعوره بالقلق والتوتر عندما ترى الفتاة العزباء الضيناصور في المنام فهذا يشير لكثرة الأعداء المحيطين بها أما في حال رأة المتزوجة ضيناصور أخضر في الحلم فهذا يرمز للخير والمال الوفير بينما ترمز رؤية الحامل ضيناصور لون أحمر لقوة شخصيتها خاصا عند اتخاذ القرار قتل الضيناصور في منام الرجل يعني أنه سوف ينتصر على كافة أعداء المرتبسين له رؤية الضيناصورات كثيرة في الحلم تدل على ارتكاب الكثير من الزنوب والمعاصي الضيناصور في الحلم رؤية هجوم الضيناصور في الحلم إذا رأت الفتاة العزباء ضيناصور يهاجمها في المنام فهذا يدل على وجود أصدقاء سيئين أما في حالة رؤية هجوم الضيناصورات فهذا يشير للأسخاص الماكرين في حياة الرأي عندما يرى الحلم ديناصور يحاول الهجوم عليه فهذا يرمز إلى التعرض للأزى من قريب رؤية الشاب العازب هجوم ديناصور عليه يدل على كثرة المشاكل التي يتعرض لها هجوم الديناصور في منام المرأة الحامل يشير للولادة المتعسرة وحالتها الصحية السيئة مهاجمة الديناصور للرأي تدل على الضغوط النفسية التي يعاني منها النائم في الواقع أما إذا رأى الرجل بيد الديناصور في الحلم فهذا يدل على قدوم الخير والرزق والمال أما في حال رأى طلعزراء بيد الديناصور فهذا يشير للأفراح والمناسبات السعيدة بينما ترمز رؤية بيد الديناصور الكبير في المنام لجني الكثير من المكاسب والأرباح عندما يرى الحالم الكثير من بيد الديناصور فهذا يدل على السعادة التي سيحظي بها كما يمكن أن تشير هذه الرؤية إلى أن الحالم سوف يحقق جميع أهداف والتي يسعى لتحقيقها ويرى ابن سيرين أن رؤية بيد الديناصور في حلم العزباء يرمز للزواج من رجل جيد أما الهروب من الديناصور إذا رأت العزباء في المنام أنها تهرب من الديناصور فهذا يدل على زوال الهموم والأحزان أما في حر الديناصور يطاردها واستطاعت الهروب فهذا يشيل الانتهاء من المشاكل كما يمكن أن تشير هذه الرؤية في منام الفتي العزباء أنها ستتمكن من تخطى الصعوب رؤية الهروب من ديناصور يهاجمني يرمز للانتصار على جميع الأعداء المتربصين بينما ترمز رؤية الاختبار والهروب من ديناصور للهروب من شخص ظالم ومستبد القدرة على الهروب والفرار من الديناصور يدل على الفرح القريب وفق القرب رؤية عزام الديناصور في المنام تشير إلى الحظ الجيد والخير العظيم الذي سيحصل عليه الرأي أما في حال رؤية مجموعة كبيرة من عزام الديناصور فهذا يشيل لوفاة شخص عزيز كما يمكن أن تشير هذه الرؤية في منام الطالب أنه سوف يتفوق في حياته العلمية وأشار علماء التفسير إلى أن رؤية عزام الديناصور في الحلم تدل على الفرح والسعادة وإذا رأت الفتي العزباء ديناصور أقدر فهذا يعني أنها ستتزوج من شاب بحسن الصمع وقد تدل تلك الرؤية في منام البنت العزباء أنها سوف تستطيع مواجهة جميع مشاكلها ودي تكون نهاية حلقة النهاردة عن تفسير ورؤية الديناصور في المنام أتمنى الحلقة نالي أعجبكو وأتمنى تدعموني باللايك والاشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته